شاهدنا دون تنسيب حضراتكم مع موجز التاسعة صباحاً مع هالة فضلية هنا شكراً عبدالصمد التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم شاهد الرئيس عبدالفتاح سيسي جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية حيث أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً وذلك بعد اكتيازهم لفترة تدريب شاملة ومكتملة وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسؤوليتهم بكفاءة في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحالي من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد حث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي أوكرانيا وروسيا على الالتزام بمبادئ ملموسة لمنع وقوع كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية هذا وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية بجنوب أوكرانيا خطير جدا مشيرا إلى أنه لم يحصل بعد على موافقتهما على حماية المنشأة أكد الرئيس الفرنسي منوال مقاوة خلال استقباله في قصر الإليزي الباتريارك الماروني بشار الراعي دعمه الجهود التي يبذلها رئيس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من المأزق السياسي مطالبا كل القوى في لبنان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن دون تأخير هذا وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي والباتريارك الماروني اتفقا على ضرورة انتخاب الرئيس جديد للبنان أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن طائرة مقاتلة صينية لفذت مناورة وصفتها بالعدوانية بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أن طائرة الصينية منتراز جي سكستين حلقت في الأسبوع الماضي على مقربة من طائرة أمريكية منتراز آر سي مائة وخمسة وثلاثين مما جعل الطائرة الأمريكية تهتز في أثناء التحليق بسبب الاضطرابات الجوية الناتجة عن تخلخ للهواء أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية قجام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا وذلك في إطار خطتها الرمية لوضع أول قمر صناعي عسكري للتجسس في المدار الفضائي وأعلنت وسائل أعلام رسمية في كوريا الشمالية فشل إطلاق القمر الصناعي بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق مما أدى إلى سقوطه في البحر هذا وقد أدانت واشنطن بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الفضائي محذرة من أن هذه الخطوة قد تزيد التوترات وتزعزع استقرار الوضع الأمني بالمنطقة كما أدانت اليابان هذه الخطوة من جانب بيونج يونج معتبرة أنها تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي اكتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كابين مكارثي رفع صقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وأقر تشريع لجنة القواعد التي أرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى الأول من يناير لعام 2025 مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر لعام 2024 ورياضياً فاز فريق الزمالك على طلاء الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على أستاذ القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين من الدور الممتاز لكرة القدم هدف الزمالك حمل توقيع كل من حسام عبد المجيد وإبراهيم منداي بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الخمسين في المركز الرابع حصدهما من 29 مباراة في المقابل تجمد رصيد طلاء الجيش عند النقطة السادسة والعشرين في المركز السابع عشر حصدهما من 29 مباراة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل